السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم مجددا في قناة عالم العلوم في هذا الفيديو راح نشوفوا لكو تعديل فكتور نبدأ على بركة الله أول حاجة تسمع كلمة فكتور وشي تجيش ببارك يتميز بخصص يسعين الحالة الأولى وهي طويلة حالة الثانية هي الاتجاه أعلى الشعاع سيكون لدينا مثلا في من الشكل هذا ونرى الحل الأولى كيف نقوم بطاولة عفية طاولة عفية هي المسافة بين بداية الشعاع إلى غاية نهاية الشعاع هذه هي طاولة عفية أما النسبة إذا كان لدينا V يقع على Vx E Vy J نحسبه طاولة V بالشكل هذا جد التربعي Vx 60 80 60 60 60 50 50 60 70 50 90 50 60 60 يحوص على الزاوية الزاوية هذه المحصورة محور فواصل ومحور X نكملها لشراء V أما حسبيا نحسب الزاوية تيطة هذه وهذه الزاوية تيطة وهذا مثلنا والحال وهذه VX وهذه VY تيطة 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 موان زاد VY على VX دقلنا على الديركس نحن نرى تيطة هذه لماذا ستساوي نذهب إلى نقطة أخرى وهي هل شعاء AB يساوي شعاء بA فرد فردنا أن نقطتين A و B ستكون شعاء AB من الشكل من الشكل هذا أما بالنسبة للشعاء بA ستكون من الشكل هذا في هذه الحالة في هذه الحالة هل AB يجب ربئة أنا روح نشوف نعرف في الأشياء سنقول على شعائين أنهما متساويين أول حاجة يجب أن يكون عندهم نفس الاتجاه ونفس الطاولة طاولة AB طاولة طاولة هذه الحالة الأولى والحالة الثانية أنه تيطا AB يجب أن تيطا دو با نروح نشوف هذو الاثنين هل غضبين نروح نبدأ بالأولى هذا AB يجب أن يكون طاولة 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 با با هذه الحالة الأولى صحيحة هنا تأكد من الحالة الثانية هل تيطا AB يجب أن تيطا با طاولة طاولة هل تيطا AB أما بنسبة تيطا با صحيحة با هل تيطا با يجب أن يحول الفواصل إلى غير شعاع با هذا من هذه الحالة من هذه الحالة ما سنلاحظ نلاحظ أنه ثيطا AB لا تساوي ثيطا با ومنه نستنتج أن شعاع AB لا يساوي شعاع با نقطة نروح نقطة ثالثة والتي هي جمتها V plus U يجب أن نجمع شعاعين الآن أولا حيث عندنا V إقالة Vx I plus Vy G أما بالنسبة U يقالها Ux I plus Uy G نقوم با U وهذا شعاع G شعاع V لنجمع U مع V نجمع بداية شعاع V ونضعها في نهاية U ستكون هكذا النتيجة سيتشكل لنا على شعاع U plus V ونقوم با ونقوم با إلى نهاية شعاع V ستكون من من الشكل U plus V ونقوم با أجمع مراكبات أخرى U وV مع بعضهم بعض أجمع ونقوم با سيكون Vx مدي X مضربا في E Plus Vy plus Uy مضربة لنقوم با بعد ذلك ستكون لدينا شوية U بلس V نذهب الآن لا تضرب عدد ثابت كافي U نقوم بمثلثة بمثلثة و نقوم بمثلثة في مقرفة U نقوم بمثلثة و يكون لدينا نفس الاتجاه يكون يمثل في هذا الاتجاه لكن طويلة U تكون خطرات طويلة عزيل واحد اثنين هذا هو الشوعة U إذا كنا عدنا U إغال موان 2V أعجب 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 ونقوم أعجب 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 هذا هو الأعجب يبدأ بداية نتشوها أعجب ونذهب إلى الاتجاه معاكس حسابيا ثم هذه هي أجافية شعاء U نروح الحالة الثالثة ولهي طرح شعاعين U-V U-V ونفس حالتها U-V أنا أعرف أن شفنا كيف نجمع شعاعين وكيف نضرب شعاعين في السلطة إذن عندنا U يكون هكذا و V فأرضاً يكون هكذا و مين؟ سنرسمه معاكة شعاع V هذا ناقص V و نجمع نجيبه إلى ناقص V بدنا نوصله بداية شعاع E إلى غاية نهاية شعاع B هذه هي U-V ناقص V أما حسابياً ستكون من الشكل هنا U عدنا Ux U plus Uy G و V نقص V U plus V V X كل ضرب E زائد U U y ناقص V y g إلى هنا نتهي إلى نهاية هذا الفيديو شكراً لكم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله المصط سعد whoa